المواقف المستجدة في العراق وتهديد الميليشيات أيضا بعدم نزع السلاح معك هدير في تفاصيل نعم أسما إذن موقف رسمي عراقي يؤكد المضي في عملية حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على سيادة العراق وتطبيق القانون وهو موقف الرئيس العراقي برهم صالح اليوم بعد حادثة الدورة موقف آخر لرئيس الحكومة العراقية عكس مدى تمسك الكاظمي بقراراته والأهم إشارته أن العراق سيحكم نفسه بنفسه ولا يمكن المساس بالسيادة هذا الكلام له أبعاد كثيرة طبعا هذه التصريحات جاءت تأكيدا بأن الحكومة ماضية للحد من فوضى سلاح الميليشيات التابعة لإيران وبعد ساعات على إطلاق سراح منتسبين لواء هنا نقارن اللواء 45 التابع لميليشيات الحجد الشعبي وبالتحديد هم ميليشيات حزب الله ظهرت صور لعناصر الميليشيات وهي تهين شخص القائد العام للقوات المسلحة فيما يقابلها بانضباط المؤسسات العسكرية النظامية الرسمية طبعا هم ظهروا يرتدون البزة العسكرية الميليشيات العراقية الموالية لإيران اعتبرت إطلاق سراح هذه المجموعة نصرا وطبعا ودبرت حديث كامل أمام وسائل الإعلام ببراءة هؤلاء من أي اتهامات مصادر سياسية كشفت عن هوية المعتقل الذي كان هدف العملية أصلا وهم خلايا الكاتيوشا في منطقة الدورة مؤكدة أنه يدعى إبراهيم محمود نايل العزاوي وهو من أهالي ديالة كان ينتمي إلى ميليشيا العصائب ولاحقا التحق بميليشيات حزب الله تم توقيع أمر اعتقال العزاوي في 22 يونيو الجاري بتهمة أربعة واحد إرهاب ويبدو أن هذه الفقرة أشد من فقرة أربعة إرهاب المعروفة لدى العراقين اذ صنفت بأربعة واحد إرهاب وقالت المصادر أن هذا الشخص أبرز من خطط لخلايا الكاتيوشا لاستهداف مواقع حيوية وسيادية عراقية وطبعا السفارات وما إليها من بغداد أشارت المصادر بأن مصطفى الكاظمي ماضي بهذا الأمر ويبدو أن هناك فرق كبير ما بين سلوك الميليشيات والأجهزة النظامية العراقية نعم إذن تفاصيل أكثر سنشرحها معظيفنا شكرا هدير على هذه التفاصيل شكرا